وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن مجلس الذهب العالمي وصلت حيازة دولة الإمارات للذهب إلى 29 طن ونصف الطن ما يمثل 1.14% من كافة الاحتياطات بنهاية شهر آذار الماضي في حين بلغ الخزين في شهر شباط الماضي 28 طن وتقدر حيازة البنوك المركزية في 100 دولة حول العالم من الذهب 34860 كيلوغرام بنهاية آذار الماضي بحسب البيانات الرسمية الصادرة حديثا وحافظت دولة الإمارات على المركز 59 على مستوى العالم من حيث امتلاك احتياطات من الذهب حول العالم من أصل 100 دولة ولم تتغير أغلب حيازات الدول العربية من المعدن الأصفر خلال شهر آذار من العام الحالي مقارنة بشهر شباط السابق لتحافظ الإمارات على نفس مركزها في المرتبة العاشرة على مستوى الدول العربية وسبقتها المملكة العربية السعودية بصدارة عربية بحجم ثابت في المطلع العام الحالي بلغ 323 طن تلتها لبنان فجزائر وجاءت ليبيا في المرتبة الثالثة والثلاثين عالميا بحيازة حجمها 116 طن من الذهب والعراق في المركز الثامن والثلاثين بحجم احتياطات ذهبية ذاتها بطلع العام الحالي عند 96 طن بنسبة استحواذ بلغت 7% من الاحتياطات تليها مصر والكويت والأردن وقطر وسوريا